مرحبا بكم في هذا الدرس سوف نقوم باختبار قصير لجميع الكلمة التي تعلمناها في الدرس السابق أنا من ولاية فيرجينيا أنا من ولاية فيرجينيا أنا من ولاية فيرجينيا 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 أنا من فيرجينيا فيرجينيا الحرب الأهلية أولا حرب ما هي الحرب حرب هي war حرب أهلية civil war حرب أهلية ماذا يعني نهاية النهاية النهاية هي نهاية end أو end أو close بالمناسبة إذا أردت أن يعني وقتا أطول لكي تجيب على هذه الأسئلة يمكنك إيقاف الفيديو حتى تكتب الجواب على ورقة عند ذلك ترجع إلى الفيديو لكي تعرف الجواب الصحيح عشق وجدتو 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 لابد مت فقط myself دون منزل أو دون بيت دون بيت without a home وجدت نفسي دون بيت I found myself without a home I found myself without a home يعني وجدت نفسي دون بيت دون مال without money و دون عمل دون عمل and without work يعني عمل قررت قررت I decided أفضل خطة أفضل خطة The best plan قررت أن أفضل خطة هي البحث عن الذهب أولا ما هو الذهب الذهب gold ما هو البحث البحث search search البحث عن الذهب search for gold search for gold قررت 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 أن أفضل خطة كانت البحث عن الذهب يعني في الماضي هنا قرر في الماضي والخطة كذلك كانت في الماضي قررت أن أفضل خطة كانت هي البحث عن الذهب I decided that the best plan يعني قررت أن أفضل خطة هي البحث عن الذهب was to search for gold was to search for gold ننتقل الآن إلى جملة أخرى البحث عن الذهب في الصحاري العظيمة أو الكبيرة ما هي الصحراء 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 هي desert الصحاري هي deserts deserts الصحاري الصحاري الكبيرة أو الدخمة العظيمة great deserts البحث عن الذهب في الصحاري الكبيرة search for gold in the great deserts search for gold in the great deserts في الصحاري العظيمة للجنوب الغربي من أمريكا أو الجنوب الغربي الأمريكي للجنوب الغربي الأمريكي of the American الجنوب الغربي هي south west جنوب الغربي قضيت سنة قضيت سنة I spent a year I spent a year قضيت سنة باحثا عن الذهب قضيت سنة باحثا عن الذهب I spent a year searching for gold أوكي الآن قضيت تقريبا سنة أو تقريبا قضيت سنة أو قضيت ما يقارب سنة I spent almost a year يعني تقريبا سنة قضيت سنة تقريبا باحثا عن الذهب مع جندي آخر مع جندي آخر مع with جندي آخر another soldier 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 تعني جندي another آخر مثلا another woman امرأة أخرى another woman جندي سابق آخر جندي سابق آخر another former soldier former تعني سابق يعني هذا الجندي لم يعود الآن جنديا لكنه كان جنديا فيما مضى former soldier مثلا كيف تقول الرئيس السابق للولايات المتحدة الرئيس السابق للولايات المتحدة former president of the United States of the United States former president of the United States يعني الرئيس الأمريكي السابق كنا محضوذين كنا محضوذين كنا محضوذين كنا محضوذين we were lucky ما هو الحظ الحظ حطوة luck luck تعني الحظ كنا محظوظين جدا ويمكن كذلك أن نقول we were extremely lucky extremely تعني كثيرا very very وextremely لهما تقريبا نفس المعنى لكن extremely أكثر قوة يعني أكثر من very extremely lucky محظوظين لحد كبير مثلا يمكن أن نستخدمها في جملة أخرى لكي تتمكن منها ما هو شخص شرير جدا نستخدم extremely شخص شرير جدا أهو شخص شرير جدا He is extremely evil أو هو سيء جدا He is extremely bad He is extremely bad هو سيء جدا في شتاء سنة 1865 في شتاء سنة 1865 في شتاء سنة 1865 عثرنا على حجارة أو وجدنا حجارة عثرنا على حجارة حجارة تحتوي على الذهب أعثرنا على حجارة تحتوي على الذهب الذهب كما قلنا سابقاً هو gold تحتوي على الذهب يعني that held التي تحتوي على الذهب يعني هنا التي احتوت على الذهب held هنا ماضي فعل hold أما إذا أردنا أن نقول التي تحتوي على الذهب that holds عفوا لأنه روكس جمع that hold gold هذه hold هنا مضارع present simple لكن هنا past simple أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس وفي الغد إن شاء الله سوف ننشر دروس جديدة وبنفس الطريقة بعد كل درس سأقوم باختبار بسيط أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس ولا تبخلوا علينا بتعليقاتكم وأي كلمات تريدون أن نقوم باستخدامها في هذه الدروس لكي تتمرنوا عليها ولا تنسوا كذلك مشاركة أي فيديو أعجبكم على صفحاتكم في الفيسبوك إلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر